هذا من برنامج بلدي الأقصر اشتركوا في القناة والآن مع فقرة علشانك يا بلدي اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة والله بسم الله الرحمن الرحيم والدور الأساسي حالياً لوزارة العمل يعني احنا من فترة بسيطة أولت القيادة السياسية في الفترة الأخيرة الاهتمام بالزاوي الإعاقة والخمسة في المية وكان أصدر سيد وزير العمل يعني بسرعة حصر أعداد خمسة في المية على مستوى الجمهورية مش بس في لوكسور ووجينة والحمد لله يعني شغال الحصر حالياً في لوكسور تقريباً في أكتر من 368 عقد عمل للخمسة في المية وده كانت الوزارة مو لي اهتمام كبير جداً بالموضوع ده تسكنوا ولا لسه تسكنوا وإن شاء الله بإذن الله خلال فترة بسيطة عيكون في حفل في قاية المؤتمرات هتسلم في عجوز مش هخاف من نهار دا الاختلاف إني بام اسمع لصوت إني أقوى من الظروف إني مع صيب قيادتها السناء من كله مش هخاف من نهار دا الاختلاف 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 انتلاقي زيها أمن وآمل أمن توفق وعدها في كل ربما منها تلقى لي في مكان العقد دي مثلا سن معين أو قبرون والله هو قانون القانون يعني واضح في الموضوع ده الخمسة في المئة دول من يعني زاوي العاقة دول من أهم من الناس الموجودين احنا بنهتم بيهم جدا في الوزارة في الفترة الحالية هما الأولى برعاية في الفترة الحالية يعني ودي كانت يعني توجهات القيادة السياسية في المقام الأول وبناء عليه كانت توجهات سيد معالي وزير العمل حسن شحاته بخصوص الموضوع وكانت من ضمن الأهميات والأولويات الموجودة في الوزارة حاليا وكان برضو من أهم الأدوار اللي جمعت بيها الوزارة تحت قيادة معالي وزير حسن شحاته الخروج مصر من منظمة العمل الدولية كانت في البلاكليست الحمد لله في الفترة الأخيرة بناء على التوجهات والشغل المتواصل من الوزارة الحمد لله مصر حاليا في القائمة البيضاء في منظمة العمل الدولية كل الناس حيغنوا بلادي وحتعش مصر أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر كل الناس حيغنوا بلادي حتعش مصر أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر مصر الكم اللي تسميني تاخد بالدية تعديني اسمها هو اللي بيشفيني والدوامس المحروسة غلية عليا نلها بيروس بو عنايا المحروسة غلية عليا نلها بيروس بو عنايا طيبة نسها والحنية اسمها مصر يعني العقود الخمسة في المية ليها شرط في السن مساها؟ لا هي لازم يكون عنده ما لها شرط في السن بس احنا بن حسب الاحتياجات يعني واحنا عندنا قانون مثلا خمسة في المية من كافة المؤسسات الموجودة لازم يبقى في خمسة في المية من زول العاقة موجودين في المؤسسات اللي بتزيد عن خمسين فارد طيب النقابة العمل يا فان بحزق نقيب للعاملين بوزارة العمل عايزين نعرف دور النقابة ايه مع العاملين وازاي يعني بتحافظ على حول العاملين؟ والله هو موضوع النقابات في الفترة الحالية كان ليه دور مهم جدا الدولة مهتمة جدا بالمنظمات النقابية وكانت افردت يعني تعديلات على القانون ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمنظمات النقابية العملية وحق التنظيم النقابي وكانت فيه تعديلات عليها بالقانون ٢١٨ و ١٩٩ و ١٩٢١ لسنة ٢٠١٩ مش بس النقابات العملية كمان النقابات المهنية يعني احنا مهمة النقابات هي الحفاظ على حقوق العاملين وحماية مصالحهم الشخصية موسيقى وانت ماشي في مصر سلم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاكم وانت ماشي في مصر سلم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاكم عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر علي بيكتب علي ربا وعقل من صور ويكبر براجل عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر علي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاورك ماذا يمكن اللي بتطرح للنقابة؟ يعني مثلا احيانا بيكتب فيه فصل تعسفة ده من ضمن الحاجات الممكن نتحرك بنانعلي وتحرك النقابة مش دايما بيبقى ضد المثلا المؤسسة او ضد المدير المؤسسة بس الاسف شديد احيانا مش بس في النقابات العمالية حتى في النقابات المعنية بيبقى فيه برضو جلة خبرة المدير المؤسسة او مدير المصلحة الحكومية انه ما عندهوش يعني فكرة كويسة عن المنظمات النقبية العمالية الغالبية فاكر انه النقيب العمليين او النقابة عموما جاية ضد المصلحة او ضد قرارات المصلحة لا اعنا هي دايما وابدا المفروض ان المصلحة نفسه والنقابة الاتنين بيتعاونوا عشان يعني نوصل ايه زي ما بنقول اعلى معدلات انتاج موجودة سواء كانت في المؤسسات او في المصالح الحكومية حضراتكم كان نقابة يعني بتحاولوا مثلا تتواصلوا مع المؤسسات في فعليات مثلا بنعمل فعليات بنوضح دور العمال والمفروض يبقى دور المؤسسات ايه معاك؟ اكيد طبعا احنا بنعمل مؤتمرات وبنعمل ندوات توعوية للعمال احيانا ممكن مثلا بنوصل مصانع ومؤسسات ودي كمان من الحاجات المهمة اللي بتقوم بها وزارة العمل يعني فيه جوة وزارة العمل ادارات مختصة بتتعمل مباشرة مع العاملين لو فيه مثلا في شركة او في حاجة مثلا او في مؤسسة بيبقى مثلا موجودة اعتصامات او حاجة احنا اللي بنتطلع بنتعمل مع العاملين وبنعرفهم دورهم كويس وبنعرف دور الادارة لو فيه تقصير من الادارة برضو بنحاول نوصل في المفاوضة الجامعية ان احنا يعني نوصل للحل الامثل اللي مايعطلش مصحة العمل ولا يعطل العاملين نفسهم او مصالح العاملين فاحنا دورنا توفيقي في البداية ما بين المؤسسة بالضبط والعمال والله والله احنا بنعمل ندوات تبعوية مع العمال نعرفهم بالضبط احنا يعني اي مصلحة اي مصلحة موجودة او اي عامل موجود انت عليك واجبات والاتزامات وليك حجوك فانت عشان تضال بحجوجك لازم تكون عامل الواجبات اللي عليك مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي اول ما يقول مصر قلائنا في سبكي لوحدي اتحدانا اي حدي حبها في الكون ده ادي مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي اول ميون مصر ألاقي نفس اي حدي حبها في الكون ده ادي هنحب من درها مصر لاعيش من درها ولا حد درنا فتفكرها شي لفهم من على كرها بلدي بصحيح كتر كرها بلدي بصحيح كتر كرها بلدي بصحيح انت بويا وانت ناسي في كل مكان فاروح ويقولوا مصري رفع راسي عشق أرضك سماكي وحبي لك دشق أساسي يا مصر انت بويا وانت ناسي كل مكان فاروح ويقولوا مصري رفع راسي عشق أرضك سماكي وحبي لك دشق أساسي انت بويا وانت ناسي بلدي بصحيح كتر كريها ولا حد لرنة تذكرها شيء نفهم من على كرنة بلدي الصحيح كالطار كرنة كمين لرنة مصر اللعيشين من خرنة إنك عامل لازم أعمل اللي علي برضو عشان أطلب بحق فإحنا بنفهم من الأول الواجبات اللي عليك واحدة اثنين ثلاثة مثلا بناء على القوانين واللوائح الموجودة أو القرارات المنظمة وبناء عليه أنت قديت اللي عليك بالكامل يعني دور النقبات العملية مش بس أني أنا أحافظ له على حقه في حالة الشكوى لا لو أنا شايف أني فيه ظلم مواقع عليه أصد بزرط أنا بتحرك حتى لو هو ما اشتكهش يعني دي كانت من ضمن الحاجات المهمة اللي كانت النقبات العملية يعني في الفترة الحالية الحمد لله النقبات بيكون واضحة غير الأول خالص اهتمام القيادة السياسية بالموضوع تماما أكيد طبعا أكيد بيقوليها دور مهم جدا وبعدين يعني إقرار الحقوق والحريات النقبية كانت من أهم المبادئ اللي هي يعني حركة مصر من البلاكليست كلم عن مبدأ إقرار الحقوق والحريات النقبية إقرار الحقوق والحريات النقبية من أهم المبادئ اللي كان فيه تعليق من منظمة العمل الدولية فيها خصوصا مصر كانت في البلاكليست من منظمة العمل الدولي بس الحمد لله يعني بجهود المضنية للقيادات وخصوصا بوزارة العمل لأننا نحاول بقدر الإمكان أن نتواصل إلى الحل الأمثل للخروج من القائمة والحمد لله تم الموضوع في وجود مع الوزير سيد حسن شهاد احلم بالدنيا اللي مفيش فيها كرب وغل الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها والخيزي تويفي تويفي غطي حدوه دلقاء I dream of a world where no one hates it's a whole to grudge but forstوه يوم نفوتي سيطم يالون dove si vive per l'amore che riemphe il tempo di colore l'upizio uscito اشتو ديوتس ويشنام نحن بالدنيا اللي عش فيها نس في سلام نس كي يفكروا في المستقبل شوفوا القدار الحلم بيلمع بعيونهم مفرجة لنهم ولدنهم نسقبل كل اختلافات ومعيشين مع بعض نحن من مكان الحب يطرح ويولى نحن من مكان مشاهدين اهلا بكم وفقرة دعوة الى الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتحاول أن نحن نثبت نفسنا في أي مكان بتحاول ندخل أي مجال يساعد أن نحن يبقى لنا كرير في المستقبل أروى وليل الأول أنت درسة أنا حصلة على بكروس علوم زراعية جامعة جنوب الوادي 2019 بعد كده أخذت سنة فترة شغل كميائية في معمل قدرت أحوش من أدخل جامعية من خلال المرتب عشان أجدم دبلوم درسات طولية الحمد لله أخذت الدبلوم جامعة أسوان قدرت من خلال بعد كده أجدم على كرنيم زولة مهنة وأسجل في السجل الكميائيين عشان أبقى واقعية أكتر للدكاترة والمعامل اللي أنا أقدر أجدم بكل صقا الحمد لله نجحت في كل مرحلة دخلتها في كل شغل أضف في شخصيتي حاجات كتير عموما شغل المعمل حبيته كارير وحاسيته أنه شبه في شخصيتي وقدرت من خلاله أوصل معلومات من شخصيتي للمجال أنا ملاحظة كلمة قدرت في كل في كل الكلام وفعلا إحنا قدرنا يعني الست المصرية والبنت المصرية قدرت أن هي تدخل مجالات كتير قدرت أن هي تساعد نفسها أنت عملت جمعية عشان تساعد نفسك ويعتبر أنت نموذج لكل الشبابات اللي يعني المفروض يبقى مثال إن إحنا نقدر نساعد نفسنا مش لازم دايماً نبقى في بابا وماما في البيت يساعدنا لا إحنا خلاص طالما خرجنا نشتغل يبقى نساعد نفسنا ونقدر نعمل أنت التحقتي بالدورة في أنا جربت خلال شغل المعامل جربت شغل كتير فحبيت شغل الميديكال عموما فكل ما كنت أجدم في شغل ألجأ نفسي السيفي بتاعي حلو الأكسبيري ينسي بتاعي حلو أجي أوقف في حتة التسويق لا مرح عليك العبقرية الله يخليك تسلامي فلجيت وقفة في حتة التسويق لا معلش خاطتك مش مختا كورس التسويق فأقول له طب جربني طيب يقول لي طب معلش إحنا هنديكي من أريا لأريا بمرتب قليل أجي أقول طب المسافة بعيدة الشغلة هي بجزايد ليه المرتب يقول لي يقول لي عشان ما عنديكش ما عنديكش إكسبيريانس أو سكيلس في التسويق فأنا قررت هذا بالنسبالك أنت طبعا حاجة يعني أنت بتلغي الإكسبيريانس بتاعتي بتلغي كياني أن أنا متخرجة من كلية عاملة دراسات عالية بمقابل أن أنا ما عنديكش كورس التسويق فرفضت الشغل قررت لا أنا هشوف إيه اللي نقصني في السي في لأن إحنا للأسف بعد التخرج بنبقى دماغنا مش غولة في حاجة واحدة إحنا مفروض ندور إحنا إيه اللي محتاجينه من المهارات ونضيفه في حياتنا فقلت قعدت أدور على الكورس التسويق قعدت أعرض على الناس اللي معاهم مشركات المستلزمات أعلموني حتى لو مقابل أعلموني وأنا هتعلم من بعيد ومش أعمل أي حاجة وحاول أقدم أقدر استفاد كانوا رفضين خالص جالوا لي لعب ما قصد كيف أنا بعافر يعني كل ما ألاجي فرصة شغل أجدم كل ما ألاجي فيه انتروفيو أجدم حتى لو بطل ما بيحصل إنهم مثلا مش بيقبلوني ما كنتش سعيتها بتقصر كنت شوف أنا إيه نقصني عشانهم ما ما يقبلونيش وكنت توصل مع صاحب الشغل أنا المشكلة عندي في إيه مش بيزعاني مثلا يحصل لك أزمة نفسية وتقعد يتخبطي في البيت لا بالعكس لإني أنا أن أنا بنسبة له بل أرضو الشغل والريزي ده نصر وفي نفس الوقت بنسبة له هو هو بيدور صاحب الشغل بيدور على حاجة حاجة أنه أنت هو يقدر استفيد بها وفي نفس الوقت أنا الحمد لله لا ما بالونش عن صاحب الشغل أنا بشوف إيه اللي نقصني وفي نفس الوقت أنا مجال التحليل علمني أن أنا أسمح كتير أتعلمني أن أنا لازم بيعندي ثبات انفعالي اشتركوا في القناة مش النهاية لا انت شوف اللي نقصك واعمله انا جعدت مركزة انا يعني بجانب شغلي ككيميائية في حد المستشفيات كنت بحاول عكاد مقدر ان انا اقدر افصل اشوف اللي نقصني في نفس الوقت يعني لما اجي اشتغل تحليل ابجاناش حفيه لان انا انت ما تعملش حاجة على حساب حاج لا كنت افصل حياتي طول ما دخلت مجال التحليل ادخلت قضة الكيميا كنت افصل اي حاجة عن حياتي انا الدورة جدمت فيها اولا معرفت كورس تسويق عن طريق السوشال ميديا ومجانا ومنحة وعرفت ان فيه تيست مراحل جعدت اللي هو بيذاكر انه كنت اتمنى ان انا اتجبل ان هي منحة وغير ان هي تابعة مديرية العمل وبرضو منظمة البرنامج الاغذية العالمي وشركة راك فكنت اتمنى ان انا اتجبل والحمد لله دخلنا على لجنة التحكيم قالوا لي انت عايزة ايه وحب ايه تعمني بعد التدريب وقلت لهم انا ماخد قرض من احدى الجمعيات عشان خطر ابدأ في مشروع مستزيمات الطبية بالنسبة كالكسبيريانس في المجال ده انا هقدر اعملها بس بجزء التسويق انا وقع في الحتة دي فان عايزة التسويق فالحاجة الحلوة ان احنا ندور على يعني النواقص في حياتنا وفي شخصيتنا ونحاول نكمل اه يعني لقيت نفسي لا انا في مجال التحليل خلاص اكتفيت اكتفيت طب جزء التسويق لا انا خلينا عم تسويق في نفس الوقت قلت انا شغل اخوي الاصغر مني في مجال يبقى حلو خفيف تحت عيني اه في نفس الوقت المراحل اللي انا اشتغلت فيها بيجي معايا داتا لدكاترا ومعامل اه باسمنا اه فبيجي ساهل ان احنا معانا الدكتور او معانا المعمل او الناحية التانية كانوا وصقين فينا واسمنا معروف فعشان كده حبيت ان انا اضيف التسويق فاكل اللي ان انا عملته ان انا اطمرمط شويتين في سوق العمل اجمحت داتا من دكاترا اثبت نفسي في وجوده اه بيجي معايا حتة التسويق مشاهدينا وفي نهاية حلقتنا تابعوا معانا كل ما هو جديد